مرحبا يا كلامي، في هذا الفيديو سأريكم كيف يقوم بحضر هذه الغرار، MySQL shutdown unexpectedly. لذا في الفيديو تجد في الأشياء السابقة، قد قرأت كيف يقوم بحضر هذه الغرار عندما يستخدم بإمكانية القطار من أخرى، وفي هذا الفيديو سأريكم كيف يقوم بحضر هذه الغرار عندما يقوم بحضر هذه الغرار في وضع هذه الأطفال، لذلك دعونا نقص على لغة الأنزل مبهورة مباشرة على مجهور السفل, لذلك يمكننا ترى أن تأتي بالنسبة ثم تتكلم و لكنك تكون هناك فض yupة هذه مهمة, هذا يعني أن يجب علينا التحقق حسب المجهور السفل ، لذلك لا نستطيع الناتج بسقنان المدلسة. ثم دعونا نفع حسب المجهور السفل. لذلك هنا لدينا اشرت المدلسة المدلسة التي تحتاج إخطاء الحجور السفل الثفل. لذلك لذلك دعونا نقوم بمساعدة من هذا المنزل. ثم سأقوم بمساعدة هذا المنزل و سأقوم بمساعدة data-old. الآن دعونا نقوم بمساعدة هذا المنزل. هنا يمكننا أن نرى أن لدينا منزل مختلفة. كل منزل مقابل مع داتاباس. لذلك هنا يجب أن نحن داتاباسينا و Necessat, أحتاج لها أن نقوم بتحضيرات داتاباسي.هذا البداية مصرقة داتاباسي هو هذا الفلدر. لذلك دعونا نقوم بمساعدة. أيضًا نقوم بمساعدة هذا الفلدر يسمى Perfomance Schema. لذلك يجب أن نقوم على النقل الرغم من الضغط. ثم يجب أن نقوم بتحضيرات هذا الفلدر. ثم يجب أن نقوم بتحضير هذا الفلدر يسمى PHP MyAdmin. وى آخر يجب أن نقوم بتحضيره هذا الفلدر. لذلك دعونا نضغط كل هذه الفلدر. ثم يجب علينا أن نضغط كل الفلدر. لكن لا يجب علينا أن نضغط هذا الفلدر. هو يسمى IP Data1. لذلك دعونا نضغطها. الآن دعونا نضغط كل الفلدر. ثم دعونا نضغط لفلدر للفلدر. لذلك هذا هو الفلدر. لذلك دعونا نضغط كل شيء في داخل هذا الفلدر. لكن لا يجب علينا نضغط هذا الفلدر. هو يسمى IP Data1. لذلك دعونا نضغطها. ثم دعونا نضغط كل شيء. ثم دعونا نضغط لفلدر لفلدر. ثم دعونا نضغط كل ما نضغط. الآن يمكننا أن نضغط هذا الفلدر. ثم دعونا نبدأ في مي SQL مرة أخرى. لذلك الآن مي SQL يقوم بحقًا وليس لدينا الضغط. يمكننا أيضًا نضغط إلى phpMyAdmin لتحرق داتباسنا. هنا يمكننا أن نرى أن لدينا كل داتباسنا. موسيقى